أم علي بن فجيرة تقول يعني هل صحيح بأن الميت إذا مات يزور أهل بعد موته في المنام ثلاثة أيام أختي أم علي بارك الله فيك هذه من الخرافات ومن الجهالات هذه ما لها قيمة ما لها قيمة ما عندنا نص لا من قرآن ولا من سنة ولا من واقع حتى الواقع الآن بعض الناس يموت لميت ما يشوف أبدا وبعض الناس ما يرى إلا بعد عشر سنوات وبعض الناس ما يرى إلا بعد سنة وبعض الناس ما يشوف أبدا حتى يتمنى بعض الناس يقول ودي أشوف أمي في المنام ودي أشوف أبوي في المنام صح ولا لا ما يشوف هل هذا واجب هل هذا الدليل على أن عاق هل هذا الدليل على أن والدي غضبانين عليه مفصحي الكلام هذا هذا كلام مردود وما ينبغي أن يدور مثل هذا الكلام بين الحمد لله أهل الإيمان والإسلام واللي الله عز وجل من عليهم يعني الفهم عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه تكنس وتبعد مثل هذه الأشياء الميت خلاص في دار الحق الميت في دار الجزاء لا يدري عن الأحياء في بيوتهم ولا يعلم عنهم ولا يسمع كلامهم في الراجح من أقوال أهل العلم إنك لا تسمع الموتة وما أنت بمسمع من في القبور والحق علينا الأحياء ندعو له ونتصدق عنه مثلا هذا حق علينا بارك الله فيك